هذا الموضوع ينضمه معي مباشرة البحث في الشأن السياسي الدكتور غالب أتعلم بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني ماذا يعني الدعم الدولي للعراق في هذا التوقيت وكيف يمكن أن تستفيد الحكومة من هذا الأمر تفضل تحيات إليك يعني بالمناسبة كل الحكومات العراقية بدءاً حكومة السيد المالك الأولى والثاني والعبادي وعادل عبد المهدي وحتى سيد الكاظمي كان هناك دعم في بداية حكومتها في بداية الوزارة ولكن لاحقاً أحياناً يستمر يتضاعف وأحياناً يتراجع الخطوة الأولى كما يبدو هناك حراك نشهده الآن واضح وجلل العالم أن هناك دعم دولي هناك حركة من الحكومة العراقية للانفتاح مع الدول العربية وغير العربية وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليوم أيضاً جاء رئيس هيئة الأمم المتحدة وهذا أيضاً مؤشر آخر بدعم أممي كبير لأن يمثل مؤسسة ومنظمة دولية عذيقاً وبالتالي إذن هذه الحكومة مدعومة دولياً وبتقديري هذا الدعم إذا لم يستثمر لن ستخسر الحكومة كثيراً الاستثمار بتحسين هذه العلاقات عبر الاستفادة يعني نحتاج رجع صداة لهذه العلاقات على الشارع لأن الشارع هو اليوم أصبح المعيار يفترض الآن هذه العلاقات مع المتحدة مع أرمانيا تتحسن ونشوف صداها على الشارع في الكهرباء ليس الآن ولكن لنرى الخطط أيضاً بإخراج العراق من الرؤية العالمية الآن السائدة عليه أنه يمثل محور إيراني هذا الإعلام يتكلم به وكثير من الدول تتكلم به يفترض الآن أن نخرج ونبتعد عن هذا المصطر العراق اليوم يجب أن يكون سيد نفسه يعني بمعنى الشارع اليوم يريد الواقع الملموس دكتور غارب نتفق يعني ما العقبات التي تكبل حكومة السوداني من الانفتاح أكثر على المجتمع الدولي بعدما نجحت بالانفتاح على المحيط العربي لا مانع لا مانع إلا أنه نحن يعني شوفكم مواطنين كشعب هو يسعد أن يكون دولته يعني دولة مهمة ومحترمة بحيث العراق عندما يغادر أو يسافر إلى أي بلد يستطيع أن يذهب بسهولة نحن في العراق نفتقدها أريد أيضاً هذه الألاقات تعود علينا بالنفع على الشارع على الداخل يعني أدنى خدمات مزرية المشكلة الأكبر ونحن مقبلون نحن مقبلون على فصل الصيف راح نواجه النقص في الماء والكهرباء والنقص هذا أين سيكون سيكون في الوسط والجنوب تحديداً محطات الكهرباء تعمل على الماء الذي بدأ ينضب وأيضاً الكهرباء لا يمكن لهذه الحكومة أو أي حكومة أخرى أن تنجز ملفات الكهرباء بسنة أو سنتين لأن للأسف الشديد كل الخطط التي السابقة لم تكن ناجعة ولم تكن كفيلة بحل هذه المشكلة بالتالي المواطن يسأل يقول ماذا هذه العلاقات أفادتني هل حسنت وضعي الاقتصادي والأمني والمعيشي وأيضاً نقطة أخرى قامت بها الدولة هي مسألة التعينات وإن فيها تكبيل للموازنة ولكن هي استطاعت أن تعطي الأمل لآلاف العراقيين أو ميات العلاف أكثر من ستمائة ألف مواطن تم تعيينهم على الوزارات العراقية يعني دكتور يرى البعض أن أطرافاً في الإطار قد تعترض على هذا النهج ما تعليقك؟ لا تعترض أنا بتقديري شوف خلح حشي لك يا أبي صراحة قضية الوزارات في هذا الجانب يعرف جيداً أن حكومة سيد السودان إذا لم تنفتح على الدول الأجنبية وعلى أمريكا تحديداً وعلى دول الخليد ستتخسر كثيراً وبالتالي كأن هناك اتفاق قسم يتكلم وينتقد الولايات المتحدة الأمريكية وينتقد هذا الانفتاح حتى لا يحسب على الإطار وجمهور الإطار لأن تعرف أنت الخطاب الإطاري قبل تشكيل الحكومة كان غير هذا الخطاب نعم كان يطالب إخراج القوات الأمريكية والتواجد الأجنبي طيب يعني ما دقة المعلومات التي تتحدث عن تغيير أو تغيير وزاري مرتقب يعني برغبة أمريكية؟ والله شوف أقول لك يا هذا الأمر كان الحديث عن من قبل رئيس الوزراء تكلم أول أيوم أول يوم أصبح رئيس الوزراء وقال هناك تغييرات مقبلة إذا فشل الوزراء وأمسي أعتقد في حديثي أيضاً تحدث في اجتماع مجلس الوزراء بصراحة قال حينما نرى الفشل مستمر سنغير وأنا أدعم شخصياً أنا لا أقصد التغيير هنا دكتور يعني داخل من قبل أنا فهمتك 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 يعني تغيير بإرادة أجنبية هذا التقصد نعم وتقصد سيد وزير التعليم العالي مثلاً ووزير العمل وغير ليحسب على فصائل المقاومة لكن هو السيد الرئيس الوزراء أعلن أنه سيغير في حالة الفشل إذلك خل نجعل الأمر صوت عراقي ونبتعد عن الإملاءات أما إذا كانت الإملاءات الغربية بشأن أن هناك جهات سياسية رشحت وزراء هم مشمولون بالعقوبات ليس الوزراء أقصد بل أقصد الجهات التي ينتمون إليها هذا يعني شأن داخلي واتفاق عراقي حكومة أنا شخصياً أرفض التدخل في قرارات وطنية عراقية وأريد العراق أن يكون مرتكز لجمع العالم وأن يكون الوحيد بين كل دول العالم أكيد هذا مطلب وحلم كل عراقي دكتور طيب يعني أين علاقة بغداد مع طهران في ضوء يعني هذا الحراك الدولي والعربي تجاه العراق شوف أنا مرة أذهب بالتجاه أنه ربما طهران شعرت بالخطر من هذه العلاقة وتشعر بقوة وهي قلقة أعتقد وقد تكون أعطت الضوء الأخضر لأنه للعراق أن يتحرك هكذا حفاظاً على حكومة الإطارة التي أصلاً كانت باركتها وواضحة تغريدة المرشد الثورة الإسلامية كان تغريدة تفريدة من نوحة في وقتها قد ما تشكلت الحكومة وبالتالي إذن إيران وضحها الآن قلق أما الحكومة الإراقية أما تمضي باتجاه انفتاحها وهذا الانفتاح هنا يكلف الإراق أن تلتزم بكل المعايير التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية في شأن حصار الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة حصاراً ليس إيران فقط تركيا والصين وربما روسيا وغيرها فإذن الوضع الآن أما الحكومة تمضي وتحقق نجاح وتكسب الجمهور العراقي وتشعرنا أننا أصبحنا اليوم في دولة عراقية وهذا أملك أكيد وأملي وأمل الناس أو أننا نبقى في إطار المحاور أنا لا أدعم حكومة تقع في المحور الأمريكي كلياً كما لا أدعمها سابقاً عندما كانت الحكومة في المحور الأمريكي الإيراني نريد حكومة عراقية تتعامل مع الجميع في ضوء النظام الدولي والقاند دولي وتكون الإيرادة العراقية خالصة طيب دكتور هل ستحتضن بغداد قمة أخرى بحضور إيراني سعودي مشترك شوف السعودية أنا بتقديري الآن لم تعطي الضوء الأخضر لثقتها يعني في مجلسة العام بحكومة السيد السوداني أو تعاملها مع الجمهور الإسلامي أعتقد هناك شروط جديدة للسعودية في شأن تعاملها مع الإيران وهذا مرتفط طبعاً في قضية اليمن وسوريا ولبنان وربما حتى في العراق ربنا ما نسمع طبعاً شوف هي مثل جبل التلج ما نراه قليل الغاطس أكثر لذلك ما نسمع بالإعلام تأكد هناك أشياء أخرى كثيرة لا يطلع عليها الجمهور تتعلق بطبيعة العلاقة سعودية دولة أصبحت متطورة الخليج متطورة هو يوزن علاقاته يريد أن يستمر ويكون دولة كبرى في غضون سنة ثلاثين وخمسة وثلاثين وبالتالي أعتقد هناك شروط سعودية قد لا تقبلها الجمهور الإسلامية نعم الباحث في الشأن السياسية دكتور غالب الدعمي كنت معنا وعلى الهواي مباشرة شكراً جزيلاً لانضمامك إلينا شكراً